يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يجي معا ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية والله منورين زي كل مرة وحياكم الله فيه سلسلة اخبار هوليوود السلسلة اللي تورطنا في اسمها وتحولت من سلسلة اخبار الى سلسلة اشياء كثيرة وبيني وبينكم صراحة طالما انك قاعد تسولف على الافلام ويش صار في الافلام والمزلزلات والانيمي وايا كان فهي اخبار بالفعل يعني بس في نفس الوقت ترى عندنا توصيات يعني احيانا عندنا سواليف ثانية شطحات قصص كذا على السريع عموما يا جماعة مره اكثر عليكم كلام انا عارفكم وانتو عارفيني انتو ناس مشغولين ومش فاضين وانا مبغي عليكم وقت كثير يا دوب تشوفوا الفيديو هذا وتروحوا تشوفوا حياتكم فلذلك على السريع يا عزيزي الوجيه لايك للفيديو لو اعجبك وبالمناسبة شكرا مرة شكرا على التفاعل الرهيب اللي صار في اخر الفيديو من السلسلة احا 11000 لايك مدري كم في يومين ولا ابطال فانو مش طماع بس يعني خلاص مدام سويتوها مرة تقدروا تسوها مرة ثانية صح ويمكن فوقت اسرع اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس تنبيهات تعالوا تابعوني المواقع التواصل اجتماعي والدسكورد وتويتش وقناة الالعاب وكل الاشياء اللي ممكن تتابعني فيها راح تلاقيها في صندوق الوصف غير كده عزيز الوجيه اربط لحزامك ويلا بينا ننطلق في رحلتنا ونشوف شخبار وسواليف هذا الأسبوع طيب يا جماعة يوم الجمعة القادم يوم كبير جدا اذا مش بالنسبة لك ولا لي وهو بالنسبة لمحبين وعشاق الاكشن والخيال والدريفتنج لان يوم الجمعة القادم يا جماعة راح ينزل فيلم فاست and فيوريس الجزء العاشد وراح يكون متاح للمشاهدة في جميع صالات السينما اللي همنا يا جماعة الحين انه الفيلم اخذ تقييم مبدي تقريبا خمسة ونص يعني ستة الا شوية بس التقييم والكلام هذا مش مهم امام سلسلة السرعة والغضب لانه السلسلة هذه يا جماعة بكبرها تعتمد على الاكشن والمتعة قصة مو شرط يكون في قصة دايما بشكل كويس راح تشوف متعة واكشن ودريفتات وسيارات تتقلب ومضاربات الين تقول امين وفن ديزل يشغل امنا بفاميلي فاميلي عوما يا جماعة الفيلم راح يصير متوفر في جميع صلاة السينما ابتداء من يوم الجمعة القادم ورح تكون مدة الفيلم بالضبط ساعتين وعشرين دقيقة فمشاهدة ممتعة يا عزيزي الفاست فيوريسي مقدما وبالحديث عن افلام الاكشن والخيال والافلام اللي تعطيك جرعة جيدة من الادرينالين الشهر هذا فاست ان فيوريس الجزء العاشر وفاست اكس الشهر الجاية جماعة نحن على موعد مع اولى افلام الحقبة الجديدة من المتحولين اوات ترانسفورمرز وين رحت وين رح بالك وين رح بالك ام قلت المتحولين ترانسفورمرز الروبوتات اللي يمشون بعدين يصيروا سيارات والطائرات والاشياء ثانية واللي رح يكون بعنوان ترانسفورمرز رايز اوف دا بيست المتوقع يا جماعة ان السلسل الجديدة اللي رح تبدأ بهذا الفيلم ممكن تتكون من ثلاثة اجزاء اضافية جزء اول وثاني وثالث او ممكن جزء اين او ممكن جزء ولكن المرجح انه ممكن تكون ثلاثة اجزاء لانه لو فاكرين افلام المتحولون او الترانسفورمرز نزلت ستة اجزاء ثلاثة افلام حكت قصة معينة بابطال معينين بشخصيات معينة وبعدها نزلت جزءين بقصة معينة وبشخصيات معينة وبأحداث معينة وبعدهم جزء اضافي وقصة منفصلة خاصة لشخصية بامبل بي وصار كذا عندنا نتيجة ستة افلام فمن الممكن ان السلسل الجديدة هذه تكون عبارة عن جزءين او ثلاثة اجزاء غالب لانه حتى الستة الاجزاء هذه وان اختلفت قصصها وان اختلفت شخصياتها الا انها مرتبطة في حدث معين واحد عموما الشهر القادم يا جماعة نشوف فيلم ترانسفورمرز الجديد في صلاة السينما بمشيئة الله وتم اختيار الممثل تيموثي شالامت ليكون الوجه والسفير الجديد لعطر بلو من ماركة شانيل اه الو عربيا العود ما تبحثون عن وجه اعلاني المبخرة الالكترونية طب تولت عود صغيرة طب كسرت بخور ولا شيء وجهي ما يأهل اه مستعى حطوا صورتي طيب مع خصومات 50% لطول السنة اح قفلوا في وجه طب يا جماعة شوفوا الشهرين هذه يعني فيه كمية افلام اكشن كويسة منتظرة جاية وزي ما قلتلك اذا مش بالنسبة لي ايا ولا لك فهي بالنسبة للناس اللي يحبون الاكشن والخيال والاجواء اللي هي جون ويك فاست ام فيوريس وزي كذا لانه الجزء الثاني من فيلم اكستركشن راح يصدر على منصة نيتفليكس شوف انا ما راح ابربر على راسك كثير الفيلم هذا في ناس كثير مرة اعجبوا فيه وفيه ناس ما فرق معاهم لانه معارفين اجواء النوع هذا من الافلام وخلاص لكل ولكن لو انت تحب هذا النوع من الافلام لزي ما قلتلك على اجواء جون ويك وعارف كذا بطل خارق امريكي يدمر ام الدنيا ويحل مشاكل العالم تابع الجزء الاول من فيلم اكستركشن لانه موجود على نيتفليكس والجزء الثاني قادم قريبا برضو على منصة نيتفليكس وعلشان الاخص لك القصة عصابة هندي عصابة بنقالية في امريكي في النص مادريشي بغا فيه مشكلتين بين عصابتين هذولي هو يروح يحاول يحلها ويقاتل ويقلب سيارات ويقفز ويتشقلب تتبغاني اقول كليشي من اليوم اه قولتان لك كليشي خلاص اي اي يناس تحب الكليشي لو سمحت وفيلم سوبر ماريو يا جماعة وخلال ستة اسابيع قدر انه يجمع مليار ومئتين مليون دولار واخد تقييم سبعة من عشرة بواسطة مئة الف شخص في ستة اسابيع ميزانية ومئة مليون ضربها في طنعش وانا لي سنة اقول لكم خلونا نفتح ستيديو خلونا نسوي فيلم نرمي امه في السينما يجيب لنا ملايين نصير من اثرياء هوليوود ما تسمعوا الكلام كيفكم انا بقعد انزل فيديوهات على اليوتيوبين اللي نفريجي الله عمنا يا جماعة وابل الحديث عن فيلم سوبر ماريو تخيلوا بعد ستة اسابيع بعد ما قفلوا مليار ومئتين قالوا خلاص ايش بيعنا ايش حنقعد ناكل اكثر من مليار ومئتين نزلوا امه الفيلم بلوري تقدر الان تشوفوا من البيت من اللابتوب الا من الجوال اذا جواك مرة بيضين وفيلم حراس المجرة او غارديان اوف ذا غالكسي الجزء الثالث قدروا خلال ثلاثة اسابيع من اطلاقه انه يقفل حوالي نصف او يتجاوز النصف مليار دولار ياب خمسمائة مليون وزيادة علما انه هذي اول ثلاثة اسابيع له وغير كده ميزانية ترى 250 مليون يعني ضربها في اثنين الى الان خليك بكيفك لا تسوي استيديو لا تخرج افلام لا تصنع افلام بكيفك عموما يا جماعة للامانة فيلم غارديان اوف ذا غالكسي قلتلكم رأيي عنه واحد من اروع واجمل افلام مارفيل اللي من فترة طويلة اشتقنا الافلام كويسة منهم الفيلم حاصل على تقيمات مرة عالية الى الان ومتماسكة جدا وما زلت انصح كل شخص انه ما تابعه الى الان يروح يتابعه في افضل تجربة سينمائية ممكنة لانه مو غلط الفيلم في مؤثرات بصرية في جمال بصري جدا جميل يعني في بعض القرف البصري احيانا تفهم بعدين ليش ولكن زي ما قلنا يعني عشان تتابع غارديان اوف ذا غالكسي لازم تتابع اكثر من 30 فيلم من مارفيل بس اسمع اذا انت مرك اسلان وتبقى تروح تتابع فيلم لاجل المتعة بس كذا تحضر فيلم في السينما وتضرب الباب تابع الجزء الاول من غاردن اوف ذا غالكسي والثاني وبعدين روح شوفه الثالث بيكون عندك كذا ميس اندروستيندنج لبعض الجزئيات في الفيلم الثالث يعني بس عادي حتنبسط وحتعيش القصة الاساسية وبتشوفها وانت ما عندكش اي مشكلة وتضرب الباب وانت تدعي لي باذن الله تعرفون شركة امازون؟ كل انا نعرف شركة امازون بدأت كذا شركة تجارة الكترونية وجيف بيزوس جالس على مكتب كذا يحاول يزبط الموقع تبعهم وحب حب كبرة الشركة وبدأت تستحوذ على شركات ثانية زي موقع ام دي بي استحوذ علي امازون ياب وبعدين سووا امازون برايم حق منصة الافلام والمسلسلات زي نتفليكس وبرضو عندهم سكشن ثاني اسمه امازون جيمز واللي هو واضح من اسمه حق العاب عموما يا جماعة اللي همنا حاليا من هذا الخبر انه امازون جيمز شغالين على تطوير لعبة خاصة بعالم سيد الخواتم او لورد اوف درينك بعض المصادر قالت انه اللعبة بتكون عالم مفتوح تتمشي وتتجول فيه وتخلص بعض المهام وبعض المصادر قالت انه لا اللعبة حتكون اونلاين وحيكون فيها يعنيش حركات كده تصير بين اللعبين واللي اقدر اقوله لكم واكيد هو انه اللعبة ما زالت في بداية التطوير وما زال موضوع انهاءها مرة للسبعين ولكن يبدو انه امازون ما اكتفت بمسلسل سيد الخواتم قالت كمان نسوي لعبة عن سيد الخواتم ليش لا والممثل الكبير والمشهور ارلوند شمنقا حبش ما اقدر اقول اسمه الثاني ولو حاولت اقوله باقعد اسوي في المنتاج 20 الف شغلة علشان ازبطه ارلوند شمنقا حبش ترمونيتور معروف تخيلوا يا جماعة انه اعلنها اخيرا وبعد حوالي 39 سنة منذ بداية سلسلة ترمونيتور الادم يطلع كده وقال خلاص كفاية انا اكتفيت من ترمونيتور بعد 39 سنة ياب انا اكتفيت من ترمونيتور كمان بليز يا ولد كمان جزء جديد كمان فيلم مسلسل طيب ترمونيتور حنشتاقله لا والله معاد ارجع السلسلة ما رح تنتهي يمكن بس انا انتهيت انا والله معاد اظهر كترمونيتور كفاية من 85 اونا قاعد اظهر لكم ترمونيتور خلاص يا اخي يسيبوني في حال والله يشوف هو قرار حكيم جدا ومفروض يصير من 90 من 1990 هو كان اخر فيلم او اخر فيلم كويس 95 والله مش فاكر 85 87 99 أو 90 90 غالبا 90 ثلاثة اجزاء كانت كويسة وبعدين بدت السلسلة تهبت بس والله يجب معاولي الامانة سلسلة ترمونيتور اول ثلاثة اجزاء او على القد اول جزء اللي انا شفت في حياتي شفت وانا صغير اصلا نهاية العالم وربطات ومنعارف ايش والدنيا تدمر ويندسه تحت الارض يا الله شي مرعب عموما زي ما قال هو هو قال انا تركت السلسلة ولكن السلسلة غالبا راح تستمر الا انه هوليوود وهوليوود حتقعد تتحلو بالين يوم القيامة عادي مدام في فلوس والمصارع سيث رولينز انا مش خبير في المصارع يا جماعة اخر مرة شفت المصارع وانا سادسة ابتدائي والله يفاكرها وانا سادسة ابتدائي بالضبط خرج الاندر تيكر من تحت الحلبة ليش ماني عارف ولاني قادر افتكر لاني كنت مرة صغير بس هذي اخر مصارع شفتها في حياتي اول مصارع لا انا شفت مصارعات بس ديك اخر مصارع شفتها وافتكرها فلو كان اسم المصارع هذا غلط سيث رولينز صحولي يعني عموما يا جماعة ما لكم مني الخبر يقول ان المصارع سيث رولينز انضم رسميا لما اقول رسميا معناته رسميا مش اشاعة انضم رسميا الى الجزء الرابع من فيلم كابتن اميريكا ياب ياب رسميا مصارع جديد دخل الى عالم هوليوود انا ما اعرف الله اذا هذا اول فيلم لّو لا بس انا اعرف ان المصارعين يبدأون يدخلون على عالم هوليوود بشكل تدريجي يدخلوا في المصارع اول بعدين ايش what يجزح على هوليوود والعكس حانا من هوليوود يجزح لقوا على المصارع عموما فيلم كابتن اميريكا الجزء الرابع راح نشوفه بمشيئة الله في سنة 2024 عد ايش الدور اللي بيعطونه هذا المصارع الله واعلم ممكن دور ثانوي بسيط ممكن ظهور بسيط ويفلح ممكن يعطوه دور فيلن الله واعلم ولكن اللي اقدر اجزم لكم يا جماعة انه رسميا انضم للطاقم مارتين سكورسيزي يا جماعة وبعد ان اشتعل رأسه شيبا وبعد ان بلغ من الكبار عتية ايوه في حال انك ما تجري ترى مارتين سكورسيزي عمره 80 سنة ترى شائب خلاص تعبان تعبان وما زال يكتب ويخرج وينتيج وقاعد يشتغل في هوليوود ويحارب الافلام السيئة ويبغى يحافظ على صورة السينما الجميلة الادم يمدرك ام السينما يخراج انتاجا كتابة وتصويرا كل شيء عموما يا جماعة مارتين سكورسيزي صرح تصريح ولعله كان تعيس حبتين صراحة يقول مارتين سكورسيزي انا كبرت يا جماعة انا صرت رجال كبير انا شايب خلاص انا شايب اقرأ اشياء كثيرة وقصص كثيرة وعندي رغبة شديدة في اني اكتب المزيد من القصص ولكن ما عاد عندي وقت ايش امة تصريح النكدي والسوداوي هذا يا شيخ بس والله ما قصرت مارتين سكورسيزي كتبت كثير اخرجت كثير وساهمت وصنعت لك اسم فيه ساحة هوليوود حرفيا يعني الله يعطيك الصحة والعافية وترى لو تفكروا فيها يا جماعة مارتين سكورسيزي من المخرجين القلة جدا اللي فعلا كل فيلم ينزلوا يكون فيلم عليها القيمة افلامه نادر ما تلاقي فيها اي اخطاء او يكون فيها كذا عيب يخليها تصير فوضوية دايما افلامه متماسكة ورهيبة جدا عموما الله يعطيك الصحة والعافية مارتين سكورسيزي وترى باقي له افلام كثيرة لا تخاف يعني بس من يعرف اش اللي خلاه يقول التصريح هذا والله هناك هد وصرح الممثل الشهير مايكل جي فوكس احد ابطال السلسلة القديمة وقال انه ما يتفق مع فكرة اعادة انتاج سلسلة افلام نهائيا هوليوود تبغى هوليوود ودى اليوم قبل بكرة تسوي اعادة انتاج للسلسلة هذه فلوس واكمل كلامه وقال لانه صعب جدا او من المستحيل جدا انه احد يقدر يكتب القصة بشكل افضل من القصة الاصلية انت لما بتسوي اعادة انتاج او بتسوي ريميك سلسلة افلام جديدة انت راح تضطر تكتب قصة جديدة وتغير في بعض ملامحها فهو يقول مستحيل احد يقدر يكتب قصة افضل من القصة الاصلية فالافضل انه ما يتم اعادة انتاجها اصلا واتفق معا صراحة يا جماعة والعلمكم يا جماعة باكتو ذا فيوتشر من السلاسل اللي كانت فعلا سابق عصرها وصعب جدا انه يتم اعادة كتابتها بالشكل اللي ممكن يخليها تنافش السلسلة القديمة اصلا ولكن في حال انك ما تابعتها يا عزيز الوجيه احب اقولك تابعها ولا يغرك صح انها 85 و 89 و 90 اوكي علشان كنا انا خربطت بينهم بين ترمونيتر والله ما انا فاكر المهم سلسلة باكتو ذا فيوتشر 85 و 89 و 90 ثلاثة اجزاء شوفها وراح تنبسط ولا يغرك انها قديمة ترى انتاجها قصتها سيناريو حاجة ممتعة راح تستمتع فيها اجرب تابع الاول اذا انا سبك تابع الباقي وخمسة اشهر يا جماعة تفصلنا عن المسلسل الاكثر ترقبا وانتظارا اذا مش بالنسبة لك بالنسبة لي في عالم مارفل السينمائي ريجع الوجيه ريجع شبيح مارفل يا جماعة الى الملعب انا شبيح مارفل اوكي ايش عندك يا قوة بس مارفل جابو ملعيت في اخر كم فيلم واخر كم مسلسل عموما يا جماعة خمسة اشهر تفصلنا عن مسلسل لوكي الموسم الثاني طبعا ايش بك انسيت الموسم الاول اهفق العين بالرموت انا كلنا عارفين يا جماعة الحوسة اللي صايرة في عالم مارفل ما اقصد في عالم مارفل كشركة اقصد داخل عالم مارفل السينمائي عوالم موازية تفتح شخصيات جديدة تدخل شخصيات تخرج شخصيات ماتت شخصيات بقيت على قيد الحياة غير كانغ والحوسة تبعه ويفترض يا جماعة ان مسلسل لوكي الجزء الثاني راح يكون من اهم افلام مارفل لانه فعليا راح يوضح لنا اكثر عن توجه عالم مارفل السينمائي مش فقط في المسلسل هذا فراح يورينا ايش ممكن يصير في مستقبل العوالم الموازية والخطوط اللي دخلت في بعضها والاشياء الثانية اللي شفناها مع بعض في الجزء الأول وبالحديث عن مارفل يا جماعة سبق وتكلمنا عن قضية الممثل جوناثن ميجورز ضرب صديقته هي ما ضربته ضربها ما ضربته كلام فاضي رسائل بينهم محكمة شرطة شيل ودي محام يدافع محام يقول شركات تسحب عقودة وشركات منتظرة تشوف الهرجة ومارفل مهدية اللعب لانه ما تبغى تنهي عقده تسوي له 200 مليون مدري كم تعويضه وفسخ عقده شغلة وما في جي ممثل جديد حوسة بيدخله في حوسة ولكن مارفل صرح التصريح لانه موصلوا كده لمفترق طرق طفشو قالوا يا ابو يا خلاص الله يعيننا بس خلاص احنا مستعدين اذا لا سمح الله الممثل هذا فعلا تمت ادانته وفعلا طلع مذنب وضرب صديقته وكذا فلا تقلقوا ايها الفانز نحن على استعداد تام اننا نجيب ممثل ثاني على الطول سريع سريع لا تشيلهم والعلمكم يا جماعة ترى ما هي اول مرة تسويها مارفل مارفل سبق واستبدلت ممثل ثاني في سلسلة ايرون مان يمكن ناسينه ويمكن بعضكم فاكرينه اقصد مؤدي شخصية وار ماشين او رودي ياب في الجزء الاول كان الممثل تيرنيس هاور وفي الجزء الثاني وبعدها وامتدادا داخل عالم مارفل السينما ايجابه ممثل ثاني واللي هو الممثل دون شيدل ايش اللي صار ايش اللي ما صار ليش استبدالوا ذاك المثل ولا احد عارف وكل اللي اقدر اقوله لكم انه تم استبدال المثل ومشى الحال وحبينا وار ماشين بالممثل القديم وبالممثل الجديد فلو استبدلوا كانق اوعدكم راح نتعود حنعطيها كم تعليق كذا في اول ظهور لكانق الجديد وخلاص ولا منشاف ولا منديري احنا كذا طبيعتنا البشر نسينا ناس اموات اموات في قبورهم حزننا عليهم شهور وسنين وبعدين نسيناهم خلي عاد ممثل يا ابو يا الله يستر على يجيبوا عشرين واعد بدالوا فرقات معايا انا اظلا وبس والله يا جماعة الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو هاب لنا لايك يا عزيز المشترك بس كيف انا ازحلق لك عزيز المشترك علشانك انت اريدي مشترك كيف بس اللايك والاشتراك في نفس الجملة لايك للفيديو لو اعجبك فعلا اشترك في القناة لو ما كنتم اشترك وفعل جرس التنبيهات تعال تابعنا الموقع التواصل الاجتماع والديسكورد وتويتش وقناة الالعاب كل الاشياء هذه رح تلاقي في صندوق الوصف كم معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم